اشتركوا في القناة التي ستخدم مصالح فريق الوداد على حساب الاهل المصري في النهائي ويبدو ان الاعلام المصري يحاول بشتاء الطرق المغلوطة من خلال الكذب على الرأي العام لالضغط على فريق الوداد وكسبه تعاطف الاتحاد الافريقي الكاف بالنهائي ورد محمد الماغودي على قناة الكأس القطارية بان هذا الهشم المنظم من طرف جماهر الاهلي بالاضافة للصحافة المصرية هدفه الرئيسي يتمثل في وضعه كل الضغط على فريق الوداد والاتحاد الافريقي الكاف الى شانب حكم المقابلة النهائية لكي يلعبوا النهائي في راحة على ارض يصمرك محمد الخامس كما يسعى فريق الاهلي لكسبه تعاطف الحكام والاتحاد الافريقي الكاف لكي يساهل لهم الفوز في اللقاب على حساب فريق الوداد واضاف محمد الماغودي بان فريق الاهلي المصري يعلم شيدا بان النهائي لسابي السهل امام الشماهر الودادية كما رد على الصحفي المصري خليد بيومي الذي قال بان شماهير الرجاء بناء المتوقع سساند فريق الأهلي من خلال خمسة ألف مشجع حيث أوضح محمد المغوذي بأن شماهير الرجاء بناء المؤكد أنها تقف مع فريق الوداد الذي يمثل الكراء المغربية في المقام الأول